السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر مفزع منذ قليل وصادم في مواقع التواصل الاجتماعي عن استشهاد النقيب الطيار علاء سلمان استشهد النقيب الطيار علاء سلمان بعد إصابته بسقوط الطائرة في الانتخابات إليكم تفاصيل الخبر استشهد النقيب الطيار علاء سلمان اليوم في المستشفى بعد ثمانية أيام من إصابته واستشهاد زميل العقيد الطيار مروان جلال عقب سقوط طائرتهما خلال مهمة تتعلق بإسناد العملية الانتخابية وذكر مصدر لبغداد اليوم إن النقيب الطيار علاء سلمان استشهد اليوم دون أن تصرف وزارة الدفاع تكاليف علاجه وكان وزير الدفاع قد وجه يوم أمس بتحمل تكاليف علاج النقيب الطيار علاء سلمان في جراء وصفه مراقبون بالمتأخر عقب مرور أسبوع من إصابة العقيد الطيار أثناء تنفيذ واجب يتعلق بإسناد العملية الانتخابية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية إن لله وإن إلي رجعون أسأل الله العلي القدير له الرحمة والغفران والزوية الصبر والسلوان دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم